إذن دائما مع الحصة الثانية من تصحيح الامتحان الجهوي للمترسحين الأحرار في فعمة الأدب والعلم الإنسانية لجهة شوية ورضيغة والتي حاليا تسمها جهة الضربية السطات التبريد الثاني يقول نعتبر متتالية الحسابية U-N التي أسسها A-1 والأول U-0 بحيث A-U-10 و U-0 و U-4 أولا أحسب U-1 و U-2 ثانيا نعبر عن U-1 و أتحقق U-19-194 أس أحسب المجموع التالي من U-Sافر إلى U-19 إذن الأول لدينا المتتالية الحسابية حد متتالية الفرق ما بين كل حد والذي يليه دائما كنضيفه نفس العدد إذن من لك نمر من العدد الأول إلى العدد الموالي كيكون إضافة نفس العدد مثلا إذا أخذنا U-Sافر كنزيده A-U-1 من بعد ما ندوزه U-Jوج كنزيده A-U-U-Jوج وأخذ دائما هو ذلك العدد التابت والذي تسمى أساس المتتالية الحسابية مثلا إذا أخذنا 0-2-4-6 إلى آخره نلاحظه هنا دائما نضيف العدد 2 إذن عندما نضيف 2 نحصل على العدد الموالي إذن نقول بأن 0-2-4-6 هي حدود لمتتالية حسابية بما لا يتحال هذا فقط تذكير للدرس إذن بالنسبة لنا لكي أعطينا فكرة على الجواب للسؤال الأول إذن بما أن الفرق بين حدين المتتاليين دائما هو الأساس إذن لدينا U-N كيف قلنا حسابية ومنه U-U-Sافر إذن هذو حدين المتتاليين سيكون هو العدد التابت لهو أخ ومنه U-U-Sافر هي 4 كتساوي أخ واللي هي عشرة إذن دابا ولات بحل شكل دي المعادلة المجهول فيها هو U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U اي جوج ناقص اي واحد هي ربعتاش كتساوي اغلية عشرة اذا نجيب واحد ناقص ربعتاش للطرف الثاني تولي عشرة زائد ربعتاش اذا اي جوج كتساوي اربعة وعشرين اذا حددنا اي واحد وحددنا اي جوج السؤال اللي من بعد عبر عن اي ان بدلالة ان اذا بما ان اي ان متتالية حسابية بما ان اي ان حسابية اذا اي ان حدد العام یا اندقيت اسم الى الحدد العام شائد حسابيه هو ان في اغ زائد اوسافر اذا هذه العلاقة العلاقة ديال المتتالية الحسابية ان في اغ زائد اوسافر مثلا كنا بنينا موحد الحد معين مثلا مبغينا مثلا سيبا UB صفة عامة هي AN-B في R زائد U0 وهكذا عذرا لا زائد UB وهنا UAN إذن على أي حال إحنا بغينا غير هذه خدمنا بها إذن عندنا UAN هي AN في R زائد U0 إذن ستقول لي هو منه UAN تساوي AN في R لها 10 U0 لها 4 من خلال المعطيات إذن UAN تساوي 10 AN زائد 4 وخ إذا سنرى السؤال اللي جاي من بعد هو عبر يعني تحقق أن U19 هي 194 إذن U19 إذن لدينا التحقق U19 قد تساوي 10 في 19 زائد 4 إذن أسبقية للضرب حتى هذا مجموع ممكنك تستعمل ألة حاسبة ودخلها تشيم زيان لكي تلقى النتيجة إذن 10 في 19 هي 190 زائد 4 إذن U19 هي 194 أخرى ودخلها ودخلها أخرى أفضل 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 الحمد أفضل أفضل حساب المجموع لا بد أن أذكره بالقاعدة إذا بغيت تحسب S هو اللي كيساوي U0 زائد U1 حتى ال UN فإذا كانت عندك UN حسابية شنو كتدير كتدير S هو الحد أو الميدل الأول العطبرة هو P وهذا P زائد واحد لن تتأخذ ميدل أخير ناقص ميدل الأول زائد واحد يعني N ناقص بي زائد واحد واللي كعطينا عدد الحدود وكنضربوه فاش في الحد الأول لوا UB زائد الحد الأخير لوا UN وكنت بصمع جوج يعني بصيغة عامة بصيغة أخرى بصيغة أخرى يعني عدد الحدود مضروب الحد الأول في الحد الأخير عفونا زائد ليس في الحد الأول زائد الحد الأخير الكل على إثنان إذن اللي مستعبش هادي ممكن يفكر في هادي ممكن أيضاً ودائماً عدد الحد كيفاش كنحصل عليه كنشو الآخر ميدل هذا هادي عدد الميدل اللي هو دعادي كيكون هنا كننقصه منه هادي اللي في الأول ثم دابعة الحال هذه الحدود ها مرتبين من الأصغر إلى الأكبر ماشي بالأصغر إلى الأكبر ولكن من الأصغر إلى الأكبر في الميدل يعني مثلاً هنا يلا عندك مثلاً في السؤال يعطونا هنا يعطونا أعطونا أس أعطونا السؤال دائماً في الحالكة أعطونا أس كتساوي U0 زايد U1 زايد U17 زايد U18 زايد U19 إذن احنا بالنسبة لنا هادي الحدود هادي 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 حدود متتابعة لمتتالية حسابية إذن أس بتطبيق العلاقة سوف نأخذه عدد الحدود ما هو عدد الحدود؟ كنت تأخذ آخر ميدل ميدل هو العدد هذا تتنقص منه هذا الأول ميدل هو صفر إذن سوف تدير 19 ناقص صفر سوف تزيد 1 هذا الواحد هذا ما عنده تعالق بجوج هذا الواحد ما تزيده تدير في سوف تكتب U0 يعني الميدل الأول هذا كامل زايد الميدل الأخير هذا كامل وتتقصم النتيجة على جوج سوف تتطبيق مباشر القاعدة ثم تحسب 19 ناقص صفر زائد 1 هي 20 في U0 هي 4 و U19 هي 194 سوف نحسبناها قسم على جوج إذن سوف تعطيك النتيجة باستعمل على حاسب علمي سوف تعطيك CD 1980 1980 هذه هي S أس سوف تعطيك 1980 إذن الآن نمر إلى التمرين الثالث إذن تكون F الدالة العددية المعرفة على R بما يلي F هي X ثلاثة زائد 1 وليكن S المنحن الممثل للدالة F في معلوم متعامل ومنظم أو إج أولا نحسب F1 و F راقص 1 إذن هذه نوع الأسئلة مخصوم شي ضيعه لأنه فقط هناك تعويض إذن عندي F X تساوي X ثلاثة زائد 1 سوف نحسب F1 سوف ندير إذن عوض X سوف نكتب 1 سوف نحسب F1 إذن عوض X سوف نبدل X هنا F1 تساوي 1 ثلاثة زائد 1 هي 1 ثلاثة 2 ثلاثة 1 كتساوي جوج إذن ومنه ومنه F1 كتساوي إثنان واخر الآن دبنا نحسبه مزيان نحسبه F ناقص 1 إذن F ناقص 1 بنفس طريق عندنا عدنا F X ثلاثة X ثلاثة زائد 1 إذن هنا انتبهوا جيدا مني غن بغن نعوض هنا يغن نعوض X بناقص 1 إذن هنا ناقص 1 ولكن هذا العدد اللي عوضت في مكان X عدد سالب إذن نخص نديره بين قوسين وخاتش ما غير ترشع الإجابة هنا ولكن ضروري تديره إذا كان العدد سالب فوضعه بين قوسين عدخل الوس ناقص 1 ثلاثة هي ناقص 1 زائد 1 نتيجة صفر إذن F 1 كتساوي صفر ثلاثة هي نتيجة ديال السؤال الثاني يعني الشق الثاني من السؤال الأول ثم الآن نمر إلى السؤال الثاني باء أحسب النهاية عندما يقول X إلى زائد لنهاية وعندما يقول X إلى ناقص لنهاية إذن باش نجوبوا على السؤال هذا نذكروا شوية شفويا بالقاعدة لذلك من يكون عندك يعني نهاية حدودية نهاية حدودية إذن نحن نريد أن نحسبه نبق 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 كان ف'll حوض خاص بهدد هذه% حدودية Liberal تكون مرتبة سوف تأخذ أكبر درجة سوف تأخذ أكبر درجة بالقاعدة إذا نتخذ X أو الثلاثة سوف تتحسب تتعوض زائد لنهاية من نقطة رفعة أو الثلاثة أصدق زائد لنهاية أو زائد لنهاية إذن نتيجة هي زائد لنهاية أمشو شوفوا الحسبوذب ناقص لنهاية نفس الطريقة Limit X في ناقص لنهاية هي الـ FX هي الميت طريقة دير اختيار أعلى درجة أو الحد الذي له أكبر درجة فقط عندما يقول X إلى زائد لنهاية أو ناقص لنهاية من غيرها منك يكون X يقول إلى عدد كنعوض عادي مثلاً X يقول إلى ثلاثة كتدير ثلاثة أو ثلاثة ولكن كتزيد واحد هل مني غنعوض غنلقاو ناقص لنهاية لماذا؟ ناقص لنهاية مرفوعة أو ثلاثة وخاتش مقبول شي تكتبوا لك هنا باش نشرح لكم مصاف ناقص لنهاية في ناقص لنهاية في ناقص لنهاية السالب مع وثلاثة المرات إذن سوف يبقى سالب ثم نتيجة بلوث لنفين إذن هذه النتيجة الأولى وهذه النتيجة الثانية الآن نمر للسؤال الموالي واللي هو احسب F' لكل X من A يعني مشتقة دالة المشتقة واخر إذن نحسب الدالة المشتقة ثانياً نحسبه F' لX إذن لدينا لكل X من A على شأن الدالة حدودية مهمة على ايتحار معرفة على A إذن F' لX ستكون هي F لX لX ثلاثة زائد واحد بريم إذن باش نشتقوا إحنا هذه كنشوفوا بأنها عبارة عن مجموعة إذن سنشتقوا هذا التعبير ونشتقوا واحد ثم مشتقة X' ثلاثة زائد X' ثلاثة هي على شكل X مرفوعة بالأس آن يعني إذن يكون عندك X' ثلاثة بريم كتبضك الأس كتبضل X' ثلاثة ناقص واحد مثلاً عندك X' ثلاثة بريم وقد تبضل ثلاثة X أس هاد أس اللي كنا هنا أطلقص منا واحد تولي جوج X' ثلاثة خمسة يلا أعطينا أنت الإجابة دابا أو أنت هي خمسة X' أس أربعة وهكذا إذن هنا غتساوي ثلاثة X' ثلاثة X' ثلاثة هو حدر عدد ثابت عندك يكون عندك عدد كتشتقوا نتيجة صفر يعني هذه صفر زائد صفر ومعنى إيتي حال إحنا ما تنديلوش هذه المرحلة مباشرة غير في الدين لأننا تنفكر وتنحط النتيجة يعني مشتقة X' ثلاثة هي ثلاثة X' ثلاثة ثلاثة إذن نتيجة النهائية F' X' ثلاثة X' ثلاثة هذه بطبيعة الحال لكل X ينتمي إلى آخر إذن الآن من بعد ما جاوبنا على السؤال الثاني نمشي ونشوف السؤال رقم ثانيا B أدرس إشارة F' ثم أستنتج أن F تزايد على أخ أدرس إشارة F' مزيلا إذن جوج B دراسة إشارة F' F' العدد هذا هو موجب أو سالب إذن لدينا X مربع موجب هذه مما يكون X ينتمي إلى آخر لماذا كما كان أي عدد مرفوع S2 رقم موجب كان سالب رفعت S2 غير لموجب كان موجب غير موجب إذن هذه معلومة كل شي كعرف مما يكون X مربع كبير من 0 ومن إلا ضربنا في 3 ستبقى أكبر من 0 لأن 3 عدد موجب إذن عندك عدد موجب وضربته في 3 إذن سيبقى موجب وبالتالي إذن F' X أكبر من 0 إذن بما أن F' موجب ومن ه F إذن منك يكون عندنا F' موجب تقول بأن الدالة تزايدية على مجموعة التعريفية إذا كان X ستبقى إلى مجال معين فإن F ستزايد على هذا المجال أما لو كان F سالم ستزايد ومن ستزايد ستزايد ثلاثة أليف ستزايد ستزايد ثلاثة أليف تحقق أن F' 0 يساوي 0 ثم أبين أن Y1 يعني معادل مستقيم لمس عند نقطة الأفصول 0 إذن من أجل تحقق العبارة التي أعطونا ف'0 تساوي 0 إذن ف'0 تساوي 0 تحقق أن ف'0 تساوي 0 إذن ف'x تساوي 3x2 إذن مني غلبي هاو هنا يسافر أنا عوضه x بسافر وأنا عوضه هنا بسافر إذن هنا عندي عمليات ضرب 0x2 هو سافر إذن هي 3 في سافر و3 في سافر هي سافر إذن ف'0 تساوي 0 ما معناه هذا؟ معناه أنه المنحنة عنده واحد مماس أفقي عند النقطة ذات الأفصول 0 إذن للمنحنة تأويل هندسي للمنحنة للمنحنة هذه نحتاجه في الإنشاء للمنحنة مماس عند النقطة ذات الأفصول 0 الآن أقل لك بيّن أن المستقيم للمعادلة Y يساوي 1 هي معادلة مستقيم يعني يبقى أن المعادلة Y يساوي 1 يعني يبقى أن المعادلة هي معادلة مستقيم تأويل المنحنة للمنحنة للمنحنة سافر في النقطة ذات الأفصول 0 إذن صيغة المنحنة أو معادلة المنحنة معادلة المنحنة معادلة المماس عند النقطة ذات الأفصول 0 سافر 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 عامة يجب أن نكون عارفينها هي Y تساوي F'0 X-0 زائد F0 إذن F'0 إذن حسبناها هي 0 مضروبة في X-0 هي 0 زائد F0 قد تساوي 1 لماذا؟ لأننا سافر إذن يجب أن نكون عارفين لأن هذا كامل سافر إذن سافر نتبقى 1 وبالتالي المعادلة المماس عند النقطة ذات الأفصول 0 الآن آخر سؤال أنا أظن إنشاء D و المنحنة إذن بالنسبة للمنحنة D إذن سأخذ سأخذ هنا معلم إذن قدنا بألة الدالة الزايدية إذا اعتبرنا هذه هي 1 إذن إذن نعدنا 1 مماس أفقي معادلة إجراج يساوي 1 هو المستقيم D إذن نمشي هنا نأخذ مستقيم أفقي هذا مستقيم أفقي هذا هو إجراج يساوي 1 هنا نعدنا إكس وهنا إجراج الدالة زايدية الدالة زايدية وعندنا هنا مماس أفقي بهذا الشكل ثم سيكون مماس أيضا بهذا الشكل لأنها دالة هكذا هذا هو المنحنة دالة دالة إذن قمنا بإنشائه هذا الشكل إذن شكرا على حسين تباكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله موسيقى موسيقى